أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أكد استمرار البلدية في أداء مهام عملها لفرض هيبة القانون والقضاء على كل ظواهر السلبية والمخالفات وخلال تكريم فريق طوارئ فرع بلدية الفروانية قال المنفوحي أن حوادث الاعتداء لن توقف البلدية عن أداء عملها ومشددا على أنها ستحيل كل من يعتدي على رجالها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وأوضح أنه تم الإطمئنان على سلامة مفتش فريق الطوارئ بعد محاولة التهجم والتعدي عليهم من أحد الباعة الجائلين في أحد الأسواق العشوائية وأفاد بأنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير الأمن والحماية لمفتش البلدية أثناء دائمها معملهم خلال الحملات التفتيشية